مرحباً لجعل الساعات الدراسية المعتمدة والدرجة الجامعية النهائية قابلة للمقارنة ضمن نطاق ألمانيا والنطاق الدولي يتم منح كل طالب نقاط للساعات الدراسية المعتمدة لكل مرحلة دراسية تمثل هذه النقاط الدراسية المعتمدة حجم الأداء الذي يقوم به الطالب في الدراسة حيث يقوم الطالب بحضور المحاضرات أو الوحدات أو المقررات التدريسية وهنا نقوم بعملية حساب تقريبي فواحدة من النقاط الدراسية المعتمدة تعادل من 25 إلى 30 من ساعات الدراسة فعلى سبيل المثال يتم منح 6 نقاط دراسية معتمدة لكل محاضرة وبهذا تحتسب 150 إلى 180 ساعة حضور في هذه المحاضرات لدراسة البكالوريوس لأكثر من 6 فصول دراسية عادة ما تكون 180 نقطة دراسية معتمدة هذه هي 4500 ساعة على الأقل موزعة على ثلاث سنوات أي حوالي 200 يوم بمعدل ثمان ساعات عمل يوميا وكما نرى فيجب على الطالب أن يستثمر الكثير من الوقت من خلال حضوره للمحاضرات المقررة والإعداد لها وأنهائها على أكمل وجه بالإضافة إلى ذلك فهناك الاختبارات أو الامتحانات التي يجب على الطالب اجتيازها كل هذا يشير إلى جهد كبير جدا للقيام به وهذا هو بالفعل واقع الحال فالدراسة الناجحة ليست مجرد عطلة ترجمة نانسي قنقر